هنروح للقاء خاص مع مستر كولر بعد المباراة ونرجع نكمل كلامنا مع انجمنا الكبر من جديد وجدت حابيك كابتر رايمان وبكل وديوفك الكرام يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء مستر مارسل كولر المدير الفني الفريق للنادي الأهلي مستر كولر برحب بك على شاشة تحقنات النادي الأهلي وببرك لك على الصعود لدور الثمانية النادي الأهلي بلا هزيمة 12 نقطة النادي الأهلي يعني الفترات الماضية الأربع سنين الماضية كان بيتعصر شوية في الصعود كامتصدر المجموع عن نادي الأهلي بحقاها النهاردة وبصعك أول مجموع كامتصدر المجموع على النادي الأهلي بحقاها النهاردة وبصعك أول مجموع انا قلت رغب ان انت الأخلاق لغاية الأوروية كنت أحد من الناس الذين دخلونا في وجع البطن قعدنا في مطش الهلال لولا ضربت الجزائي التي ضايعوها كنا خرجنا لكن بنشكر جدا الظروف إن الدربة الجزائي ضاعت وإحنا كاملنا وخدنا البطولة لكن هذا هو طبعاً نحن دائماً نحن دائماً نحن دائماً نحن دائماً في إيجيبتيا لذلك يجب أن يكون دائماً هنا ضغط العصبي على طول في مصر طول الوقت فالحمد الله أخيراً لدينا حاجة هادية شوية نقفل صفحة الملف الإفريقي وعندنا مباراة بطولة أمام الزمالك أول بطولة مستر كولر مع النادي الآلي كانت أمام الزمالك في الإمارات كأس السوبر أكيد بطولة مهمة بالنسبة لك بالنسبة لجمهور للنادي الآلي استعدتك للبطولة إزاي؟ الحمد أن يتشامبيونس ليج عندنا يتشامبيونس ليج عندنا نتشامبيون سوبر كاب نتشامبيونس ليج عندنا نتشامبيون سيارة أمام الزمالك أشأ في العام الأسفل أخيراً بطولة أخيراً أخيراً سيارة أخيراً فريقياً أخيراً أخيراً سيارة أمام الزمالك أخيراً سيارة أخيراً ويجب أن نعطينا على المساعدة لكي نحن نفسها. بالطبع، نحن 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 نفعه من المنزل لكي نحن نحن نتائج. لكنني أعرف أن سميليك تحديد الأشخاص بالتأكيد. وأنا أعطي أن يكون جيداً. النحن الأمر جيداً، أن يكون جيداً وأن يكون من المنزل جيداً وأن يكون من المنزل جيداً. من الأول بس خلص المطش بتاع النهاردة ده ليس سأتفرج عليه تاني وحلله وأتكلم مع العيبة فيه وبعد نقفل صفحيته اللي في صفحيته بالنسبة لي سمات أفريتش بعد كده أبدأ التحضير لمباراة الزمالك أبدأ أتفرج على مطشوط للزمالك أتفكر في الطريقة والاستراتيجية وطريقة اللاعب المناسبة للزمالك بالتأكيد عايز أكسب المباراة بالتأكيد بس دي مباراة كاس مباراة الكاس دايما فيها كل مفاجآت فيها صعوبات كبيرة جدا عايز أكسب البطولة ولكن عارف كمان أن أنا هلعب فريق كبير جدا فريق محترم فريق صعب وهو كمان عنده نفس الأحلام ونفس الدوافع وعايز يكسب المطش برضو فرحان جدا أننا هنروح في أجواء كويسة جدا جمهور هيمقفل الملعب وأنا بحب ألعب دايما في الأجواء دي أحاول قدر الإمكان أن أنا أعمل كل ما في سعي أن أنا أحضر كويس المباراة وأشوف طريقة اللعب المناسبة أن نقدر نكسبها مباراة إن شاء الله أخيرا مستر كولر وإنت واقف على منصة التتويج؟ أخيرا وإنت واقف على منصة التتويج الجمهور بيطلبك بالبطولة اللي بعديها هل الأمر ده بيصدر ضغط للعيبة بيفقد اللعيبة شغف البطولات ولزة البطولة والإحساس بالبطولة ولا شايف الأمر ده بالنسبة للعيبة وبالنسبة لك أجاز فان إزاي؟ سي IKEA إيقوم الإعناط على للمسانون يأتي الجمهور qui يمكن أن نتم مشكر أن الديد من ينال يحسر وتقدري البطولة وأحن يا مقاطع بين القراطة للأنعب مرة أعلى هن أحبّية دائما أتwon هذه الآن البطولة والعبارة الفان تتشغل في أطالب ومن المهم نغطية الجنة من أجل إليكي أننا في ترجمة التعريب من أننا أيضا من أجل التعريب فالإنه هو أجل التعريب يوجد النبي في الهداء إذا كانت تتعريب التعريب سأننا نجمع كل شيء يدعون نهارج لا شكرا لنا لم نتمنى لكن للعليم فالحالي ولكنه أعلم أنه وأنا مرحبا أكبر بالنسبة لشيزة من كل جديد ونفجرين من المعلمين ولكنه لن يمكنك كل جديد ولكننا ننطر بكثير ونفجرين ده طبيعي ان الجمهور دايما عايز يكسب كل بطولات عايز يفرح كل يوم وعايز دايما يكسب احنا كجهاز وكلعيبة عارفين الضغوط ان انت تلعب في النادي كبير زينادي الاهلي دايما بيطالبك بالبطولات كل بطولة بناخدها بنستمتع بيها طبعا ونفرح بيها جدا ودي متعة كرة القدم ان انت تلعب على بطولة وان انت تاخدها في الآخر متعة كبيرة جدا وانا متعود على ده اهم حاجة دايما ان انت ما تفقدش جوعك للبطولات دايما جاعة انا عايز تاخد بطولات وانا دايما كده والغاية ده ان فقدش الحتة دي ان انا دايما عايز ااخد البطولة الجاية عندي دايما جوع للبطولات ودايما بصدر ده اللعيبة بتاعتنا وده ده مهم جدا انت تعرف تستمتع قابل باللقب لكن تبقى جاعة ان انت عايز اللقب التاني واللقب التالت وتبقى دايما عايز اللي بعد كده طبيعي ان انت في النادر اهلي تتعامل مع الضغوط دي وتبقى عندك دايما الاحلام دي وان انت على طول عايز تكسب لكن لازم الناس تبقى عارفة ان اشتاد تتحقق ده حتى لو انت نفسك تتحققه وانا لاعب كنت دايما كتعقليتي كده لكن انت عمرك مع طرف تتحقق كل حاجة بتدخل فيها لازم حاجة هتقع منك لكن احنا نحاول دايما نكسب كل حاجة ونحاول نبذج كل ما في وسعين ان احنا نكسب كل بطولات اشكروا مستنين ان شاء الله كاسباص نعم اشتركوا بكم عندكم وتتحقق التعامل مع الضغط دولات